المعلوم أن نوح عليه السلام كان له أربعة أبناء هم حام ويافث وسام ويام حام ويافث وسام ويام ويام هذا قيل هو كنعان نبدأ أولا بقصة يام أو كنعان لكن الصحيح أنه يام ابن نوح عليه السلام هل كان يام هذا كافرا؟ أم ماذا حدث؟ وهل نجى من الطوفان أم لا؟ وهل هو أصلا ابن نوح أم ليس ابن لنوح عليه السلام؟ أقول كان لنوح عليه السلام أربعة من الأبناء كما ذكرت أسماؤهم بالترتيب هؤلاء الأربعة كلهم نجى مع نوح عليه السلام وركب السفينة إلا واحد وهو يام وظل نوح يدعوه لكي يؤمن به مثل إخوته ويؤمن بالله عز وجل ربا وبنوح عليه السلام نبيا لكنه عاند وكفر حتى في اللحظة الأخيرة استمر الأب بنداء العطف ونداء الأبوة على ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين فرد الآخر الإبنيام هذا برد الغطرس والكبرياء قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء فقال له نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين فيام هذا لم يؤمن بنوح عليه السلام لكن ذكر البعض أن يام هذا لم يكن ابنا لنوح وإنما كان هو ابن زنا أي زنت زوجته وأتت به من رجل آخر وقيل بل كان هو ابن زوجة نوح لكن أبوه ليس نوح عليه السلام وكل هذا من باب الإفتراء على نوح عليه السلام واستدل هؤلاء الذين افتروا على نوح بقول الله سبحانه وتعالى عندما نادى نوح ربه قال ربي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا رب أنت وعدتني أن تنقذني أنا وأهلي قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن أهلي ابن يام وأنت وعدتني بأن تنجيهم جميعا فلماذا لم تنجي يام فهل أخلف الله وعده لم يخلف الله وعده وكان الرد من الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فهنا قال البعض أنه ابن زنا ونفينا صفة الزنا عن زوجة نوح في فيديو آخر أو قبل ذلك لكن هنا هل كان ابن نوح هذا ابن زنا؟ لا هل كان ابن لنوح بالفعل؟ نعم كان ابن لنوح بالفعل لكن لم يؤمن برسالة أبيه كما أن الزوجة لم تؤمن برسالة زوجها وغارق مع من غرق ما الدليل على أنه ليس ابن زنا؟ كما ذكرنا قبل ذلك في قول ابن عباس والذي أجمع عليه العلماء أنه لم تزن امرأة نبي قط وحاش لامرأة نبي أن ترتكب هذه الفاحشة فتؤثر على نسب زوجها ونسب أولادها من هذا النبي المبارك إذن الله عز وجل لم يخلف وعده لنوح أنه سينجي أهله لأن الله عز وجل لا يخلف المعاد وإنما قال لنوح عليه السلام وأهلك إلا من سبق عليه القول أي من سبق عليه القضاء بأنه سيكفر وسيموت كافرا ويغرق مع أهل الطوفان فإذن الله عز وجل لم يخلف الوعد وحاشاه سبحانه وتعالى أن يخلف وعدا إن الله لا يخلف المعاد ولكن الله سبحانه وتعالى وصف ابن نوح فقال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ومن هنا فصرها البعض بأنه ابن زنة أو ليس ابن نوح أو أن زوجة نوح خانته وقد دفعنا هذه الشبا قبل ذلك لكن الصحيح أنه كان ابن نوح ومعنى قوله إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأن الله استسنى في قوله وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وكان ممن سبق عليه القول يام ابن نوح فالله لم يخلف وعده بل حقق الوع باستسناء هذا الولد الذي كفر بأنه لن ينجو مع أهل نوح عليه السلام يبا ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه كافر ولن ينجو من هذا الطفان كافر أبدا استجابة لدعوة نبي الله نوح عليه السلام إنه عمل غير صالح يعني ما معنى إنه عمل غير صالح يعني هو خالفك في العقيدة فعمل عملا غير صالح لذلك جاء في بعض القراءات إنه عمل غير صالح يعني عمل فعل الكفر والعصيان والكفر والعصيان غير صالح لأن يكون سببا للنجاح لذلك الأهل عند الأنبياء هم المؤمنون بالله عز وجل ربا وبهؤلاء الأنبياء رسلا وأنبياء لذلك كان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن آل أبي يعني فلانا إن آل أبي يعني فلانا هؤلاء الذين كفروا به ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين فصالح المؤمنين هم أهل كل نبي وصالح المؤمنين هم أولياء كل نبي إذن لم تزني امرأة نبي قط إذن يام هو ابن نوح عليه السلام لكنه عاند وكفر فكان جزاؤه كباقي الكافرين لأننا لا يشفع لنا نسب عند الله إلا التقوى والعمل الصالح وفقط أما النسب فهو مقطوع ما دمت لم تؤمن بالله ربا ولا بالأنبياء رسلا عند الله سبحانه وتعالى أما الإبن الثاني الذي سنتكلم عنه أيضا هو حام وهذه قصة مفتراه على حام وعلى بعض الناس الموجودين في البشرية فهذا دفاعا عن أصحاب البشرة السوداء قيل أن حام لما ركب السفينة جامع زوجته في السفينة فلما علم أباه نوح عليه السلام بذلك دعا عليه بأن تغير نطفته يعني تغير نطفته يعني تكون نطفته سوداء فولد له ولد وهو كنعان وهو جد أهل السودان فصارت بشرتهم سوداء لأن نبي الله نوح دعا عليه بذلك وقيل أنه لما ركب السفينة كان أباه نائما كان أبوه نوح عليه السلام نائم فانكشفت سوأته أي عورته فلم يخبره بأن عورته ظاهرة حتى جاء الإبن الثاني وأيقظ أباه وأخبره بأن سوأته ظهرت فلما علم نوح النحام رأى سوأة أبيه ولم يخبره ولم يسطر عورة أبيه دعا عليه بأن تغير نطفته وأن تكون سوداء وأن يكون كل ذريته سوداء مثل من يأتي منه بعد ذلك وكان بالفعل جد أهل السودان بعد ذلك وكل من يأتي منه يكون صاحب بشر سوداء وهذا كلام مفطر على حام ومفطر على نبي الله نوح عليه السلام ومفطر أيضا على ديننا لأن الله عز وجل لا يميز بين الناس باللون الأبيض أو الأسود ولا يميز بين الناس بأن هذا من قبيلة كذا أو قبيلة كذا لا ولكن اختلاف الألوان من البياض إلى السواد إلى الحمرة إلى غير ذلك هو علامة وآية على قدرة الله عز وجل ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم فاختلاف الألوان علامة وآية على قدرة الله سبحانه وتعالى وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من طراب لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى فالتقوى هي المميز الوحيد بين الناس عند الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا إن العاقبة للمتقين